السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنكمل حل ملحق كتاب المعاصر لانجليزية للصف الاول الاعدادي الترمي الاول عام دراسي عشرين خمسة وعشرين. اللي ان شاء الله ملحق سكيلز صفحة عشرة بازن الله. هنا مطلوب طبعا الجزء اللي فوق خلص ده حلنا ان شاء الله في الفيديو السابق. نبدأ بالسؤال اللي هو رقم فور. هنكمل بالكلمات ديت لتكميل المحادسة. وهنا طبعا بيديني الكلمات ديت عشان يساعدني الزاحل للمحادسة. هنما مش طبعا موجودة كده في الامتحان. هو بيدربني على سؤال المحادسة. تمام اه فين عندي وفصائد يعني موقع الكتروني فوتو صورة شور يعني بالتأكيد ومتأكد ويسيف يعني امن كونديشن حالة وتيبل من ضد او ترابيزة. سيف ساجستس جراند با سيل سام اوف هز اولد فرنيتشار اونواين. بيقترح سيف على جده انه يبيع بعض من الاساس المنزلي القديم على الانترنت. فسيف بيقول why don't you sell some of this old furniture online. لما لا تبيع بعضا من هذه الاساسيات او الاساس القديم على الانترنت. هو كده بيقترح عليه. اه جده قال له i don't know how. انا لا اعرف كيف. is it? هل هو ايه? فقال له it's safe انه امن. يبقى هل هو امن. يبقى safe number one. تمام? يبقى safe هنا. هتبقى رقم one. it's safe as long as you follow a few rules. طبعا هو امن لو انت طالما انت اتبعت بعضا من القواعد. can you tell me what they are? ممكن تقول لي ايه القواعد ديت? قال له yes i can. نعم استطيعها. first اولا. always use. well known. اول حاجة لازم تستخدم موقع مشهور او موقع معروف. موقع يبقى ويبسايت. يبقى رقم two هتبقى ويبسايت. بعد كده رقم two buy or sell something. لتشتري او تبيع اي شي. فقال له what about this? ماذا عن? قال له great عظيم. وماذا عن? هذا يبقى. فعندنا فوتو صورة. اشهر بالتأكيد. condition الحالة. table من ضد. كده هتوقف معي شوية. الكلمة دي لان فيه كذا هاتفح. فلازم اكمل شوية. يبقى great عظيم. can you give me your phone so i can take space of it? ممكن. اخ التقط صورة لايه? يبقى كده بيتكلم على حاجة يبقى حامل اساسي. اللي هي table. يبقى رقم three هتبقى three. يبقى table. ما رأيك في هزي المندضة. رقم three. طب هات الموبايل عشان اخد ايه لها? يبقى التقط صورة. يبقى فوتو رقم four. تمام? بعد كده قال له will this is a large table from the nineteen seventies. it's in good. طب هزي هي من ضد. من السبعينات. it's in good. هي ايف جيد في حالة جيدة. بقى condition رقم five. condition هتبقى رقم five. بس كده كده مش معتك. بعد كده ان شاء الله المحادسة الخمسة. دينا اسكس هبا about how she spend this here free time. دينا بتسأل هبا ازاي هي بتقضي وقت الفراغ الخاص بك. how do you spend your free time? كيف هتقضينا وقت الفراغ الخاص بك. اللي عايزين السؤال في فعل مساعد do. هل اللي بقى لي منديك. طب لما do يبقى انا كده باتكلم في زمن الموضوع. يبقى انا كده محتاج. فعل في المسجر او فعل ما اضاف لس لما جاء يعرض. هنا how do you you. بتتحول من السؤال في الاجابة الى oi. تعمل كده. وهنا i spend with my family. يبقى i spend it with my family. كده عايز ايه ضمير ما فوق. يبقى i spend عشان اعيد على free time. يبقى i spend it with my family. يبقى i. تبقى اي مكتوبة. خلاص. يبقى انك تبقى spend it. ات تعيد على free time. with مع. ما يفهم. قال اه اه اتلاق. where وبعد كده you like to go. where you like to go. هنتفقى انت لما فيه اداة استفهام يبقى لازم احض اي فعل مساعد. انا بتكلم دايما في المضارع فهستخدم اي ما do ya does. اللحظينا في الايجابة الاول هنا عندي ايه? we. ال we بتبقى you for برضو في السؤال. وال you بتاخد ايه في اه افعال مساعدة في المضارع هي do. يبقى where do you like to go. where do you like to go? بعد كده قالت لا. يعني we like to go for walks in natural. احنا بنهب نتمشى في الطبيعة. بعد كده اسأل there are any lovely places in your city. وفي الاخر عام تستفهم. لما في عام تستفهم في الاخر يبقى لازم اقدم فعل المساعدة. الفعل المساعدة عندي هنا اللي هو R. يبقى لازم تبقى قبل زير. يبقى R زير. هل يوجد? R زير يعني هل يوجد? يبقى R. زير. طبعا كل مكتوب capital. انت طبعا ان شاء الله تكتبه small اول حرفة بس اللي كتب في capital. يبقى R زير. هل يوجد اي اماكن رائعة او جميلة? yes, there are. بس كده الاحظ هنا في الاجابة ايه? yes, there are. there are. في الاجابة تحول الى R زير في السؤال. تمام? هي عيني ايه? really lovely parks and the gardens in our city. بعد كده قلت لا. on which days you go to these places? on which في اي ايام do you go? او on which days do you go to? يبقى كده ناصة برضو الفعل المساعدة اللي هو هيبقى مين do? لاني بتكلم في المدورة. يبقى on which days. قبل الفعل بحط بقى فعل ايه? مساعد اللي هو هيبقى do عشان بتكلم في المدورة. do you. مكتوب بعد. on which days do you go to these places في اي ايام بتروحي لي هزي الاماكن. دي كده صفحة عشر ان شاء الله. بعد كده ان شاء الله صفحة 11 برضو هاكمل بالكلمات ديت عشان اكمل المحادسة. coordinates اللي هي الاحداثيات. need يعني احتاج. geocaching اللي هي البحث عن الكنوز. هوية البحث عن الكنوز. وترجر يعني الكنز وهيدن يعني مخبأ وانسيف غير امن. هاي سوهير. اهل ان يا سوهير او صحر. اه ده ايه? انا شكت شايف اول في الاول. يبقى هاي صحر. اهل ان يا صحر. what is your for him? الهواية المفضلة دايكي. هاي سلمة. اهل ان يا سلمة. الهواية اللي موجودة هي geocaching اللي هي البحث عن الكنوز المخبأ في الهواء الطال. يبقى رقم 1. it is a special sort of outdoor haunt. هي عبارة عن نوع من الرياضة البحث عن الكنوز او الكنز. يبقى treasure رقم 2. what do you space to help you find the treasure? ماذا تحتاجين? تحتاجين يبقى 3 need. لتساعدك ان انت تجدي الكنز number 3. i need to solve close. why do you need to solve close? لمحتاجة تحلي الغاز? اه ماش كده. to get space to find the geocaching. يعني كدت اخد الاحداثيات. coordinates. عشان يجد الحواية المخبأة. you become for. يبقى coordinates. what is geocache? ما هي geocache ريات? it is a box. هي صندوق ايه مخبأ. يبقى for hidden. تمام? ايه close معناه مفتاح الالغاز طبعا او حلول الالغاز. ازلنا لسه في صفحة 13 ان شاء الله. مراد is reading an article about solar powered airplanes. مراد بيقرأ مقالة عن اللي هي الطائرات التي تدار بالطاقة الشمسية. what are you reading مراد? ماذا تكرأ مراد? i reading article. هي نقص ايه عشان اقول reading نقص ايه يبقى. ايه. 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 المقالة بتتكلم عن ايه؟ it is محتاج بس كلمة about بس يبقى is about برضو هتنزل تاني يبقى is about انها عن solar airbrains solar power airbrains او solar airbrains بس خلنا عشان في القطع اللي فوق مكتوب solar power نكتب برضو احنا كمان solar power وبعد كده powered airbrains بعد كده قال له ايه هنا how they fly هنا نقص اينا ازل فعل المساعد زي ما اتفقنا اللي هو ممكن يكون do does or did بس بص على تحت بتبن او من الجملة اللي تحت they can fly هنا عايز فعل نقص هي كان اللي هتطلع فوق يبقى how can they وفلاي موجود ازاي بيقدروا يطيروا بعد كده do you think they are better than the airbrains we use today هل انت تعتقد ان ايه افضل من الطائلات اللي بتستخدم النهاردة قال له yes i do yes اللي نقص او عايز على فكرة عايز بس القمى ده يبقى yes بعد كده برو عامل قمى كده برضو كده 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 تستمش قوي في الكبرة ده ناس حالا yes i do i موجودة خلاص يبقى yes i do تمام بعد كده قال له why think why do you think why do you think they are better لماذا تعتقد انها افضل because they use very clean power لانه يستخدم طاقة نظيفة جدا تمام بعد كده ان شاء الله صفحة اتناشر هنا برضو هكمل بالكلمات دي من العاقل او الازي للعاقل تابعا ينكر directions اتجاهات اي بتطبيق هاو كيف think يعتقد او يفكر هلو ماجد اهلا يا ماجد هل هتروح لحفلة عيد ميلاد علي النهاردة قال له no i don't space لا اعتقد ذلك هتبقى number one while i don't know how to get to his house انا لا اعرف كيف اذهب الى منزله it's easy انه سهل you can use maps ممكن تستخدم تطبيق للخرائط يبقى اب رقم two بعد كده can i use it يبقى كيف يمكنني ان استخدمها يبقى how رقم three how can i use it use base on the ab to open it يبقى you tab انت تنقل على التطبيق لكي تفتح يبقى رقم four tab what's next ما التالي you write where you want to go and ask for انت بتكتب اين تريد ان تذهب وتسأل عن الاتجاهات يبقى directions رقم five directions رقم five بقى نكمل محادثة في اخر صفحة 12 هنا is asking about the weather in summer in here country ما هفتسأل هلا عن الطاقس عامل ازاي في بلدها how is the weather in summer كيف حال الطاقس في الصيف is hot انه حار اعود عن الطاقس بيت وكمل جملة عادي بيت is hot انه حار هل اعضاء اصرتك او افراد اصرتك كويسين نو sister head هنا head stroke يبقى كده يبقى my sister head head stroke that's too bad هذا سيء what happened ماذا حدث او ماذا يحدث خليها في الماضي لا خليها في الماضي عشان كلمة بلايد اخيرها اي دي خليها كده what happened ماذا حدث ليه قولنا haven't مش haven't عشان عند هنا كلمة بلايد بعد كده she a doctor يبقى هل هي ايه ده yes he advise اه اتكده وعيد على الدكتور بقى يبقى ماشي يبقى هنا بقى جيب dead بقى جيب بعدها الفعل اول اللي هو الفعل مين هنا عندي she يبقى dead she c a doctor هل هي زار الدكتور هنا c معناها زار الدكتور زابط الدكتور ايوة هو انا صحة وقال لها كذا كذا طيب بعد كده المحادثة في جزء منها في صفحة اتناشر وجزء في صفحة تلاتة عشر بحاول نصغر شوية كده عشان يبانوا اللي اتني بس كده تمام هنا مرضو عندي dead gives faady some advice to save electricity at home هنا الاب بيعطي فادي بعض من النصائح حتى يحافظ على الكهرباء في المنزل او يدخر الكهرباء are you using your laptop فادي هل انت بتستخدم اللابتوب بتاعك يا فادي قاله no dead لا يا dead لا يا ابي why didn't you space it off لماذا لم تغلقه يبقى كده انا محتاج ايه يغلق اه نحنا فيه كلماتة هون stand يقف توك يتحدث هنا عندي resources مصادر switch يعني هي معناها لو جات مع off يعني يغلق وجات مع on يبقى يشغل الالكترونيك الالكتروني ويبقى ها دي switch خلاص طبعا كده هنعملها على طول كده عشان نخلص منها يبقى نجبها نم وصلها وخلاص switch number one بعد كده قال له do i left it on stand boy don't leave it on space boy لا تجعلها على ايه انا خلتها stand boy يبقى لا تجعلها على stand boy برقم تو stand why لماذا this still is based a lot of energy this still هي ما زالت ايه يعني تستهلك بقى كثيرا من اللي هي الطاقة صح هكامل ايش بعد الضوضاء اللي برا دي تخلاص بس الشكل مطول نكمل بقى this is based a lot of energy يبقى لو طالما نتعمل الجهاز على stand boy وضع الاستعداد يبقى هي برضو بتستهلك طاقة يبقى calcium's رقم 3 بعد كده قال له do devices devices يعني اجهزة اللي تنفهم الاجهزة الالكترونيك يبقى هالاجهزة الالكترونية برقم 4 electronic yes they do you know making electricity uses a lot of the planet صنع الكهرباء او طالد الكهرباء بيستخدم كثيرا من مصادر الكوكب رقم 5 كده تبقى resources ان شاء الله resources باك ان شاء الله محادثة jack and ahmad are talking about traditional food jack واحمد بيتكلموا عن الطعام التقليدي what is your favorite traditional food ما هو طعمك التقليدي يبقى my favorite traditional food is habashi هي كلها اصلا صححة اساسا فهكتبها بس يبقى تكتب زي ما هي بس ان شيل بس العلامة دي يبقى my favorite traditional food is habashi بعد كده what it is لا هي what is it عشان في السؤال بقدم الفعل المساعد يبقى ديها تبقى what is it ما هي how she is a type of bread with meat which doubles and spices inside it that sound is delicious انها تفضو لزيز بعد كده how you cook او تقوم بطبخة يبقى how do you cook it بعد كده قال له how do you cook لا مش هنكتب it بقى خلاص how do you cook بس لان هاشا موجودة كنت قلت it we bake it in the oven where do you like to eat it بتحبت اقولها فين i like to eat it بعد كده كافية ممكن اقول in a cafe وممكن اقول add كافية عادي يعني تنفع in وتنفع it فانا اخليها add بعد كده in كايرو ولو قلت in a cafe in كايرو في كافية في الكايرو تمام كده وتنفع برضه على فكر ان اقول in كايرو كافية لو اصن المكهة يبقى اسمه قاهرة قافية القاهرة ماش ممكن اقول برضه in كايرو كافية قدم بس كايرو على كافية تبقى كده اسم المكهة كده هل هو صحي هل هو صحي نعم هقدم طبعا ات عشان يقل فاعل وبعد كده اس نعم انه صحي بقى كده ان شاء الله جزء محصف 13 و 14 هنا فرح is talking about a research task from school homework انه فرح بتتحدث عن مهمة بحسية في العمل المنزلي او تعمل بحث في العمل الواجب المنزلي هتلاقى what are you doing فرح بتعمليها فرح ايه task for school يبقى research يبقى رقم one research that's an interesting picture انه صورة رائعة what is it it's called baramundi اللي سمك البرامundi it's a space fish from Australia انه سمك من استراليا وسمك نهري river يبقى number 2 river where does the space come from من اينا جاء الاسم الاسم جاي منين يبقى name it means large large skilled large skilled رقم four اللي هو سمك واسع انتوك river fish يبقى رقم four هتبقى skilled you can eat it nearly every every a ممكن تكليف كل مطعم يبقى restaurant رقم five بقى ان شاء الله صفحة 14 برضو هتكمل محدثة رقم 13 سارة is asking amira about here holiday last year سارة بتسأل amira عن اجازتها السنة اللي فاتت where did you go on holiday last year اين ذهبت الى الاجازة السنة اللي فاتت اقول له حاجة بعد كده الالكساندريا هتقول لها حاجة اتلقى اسكندري يبقى هتقول ممكن اعمل اجابة كاملة هاو would i went to alex انا رحت الاسكندري where did you stay there اعدت فين هناك ممكن اي حاجة اجابة المهمس انا اقول ان a hotel في فندق اه بعد كده ثلاثة اسات لا i traveled by train انا سفرت بالكطار يبقى كيف سفرت how did you travel did you swim in the sea yes i did افكلا قلت no i did انت برضو عادي مش شرطه يعني تقوم في البحر تمام وانت طبعا متروكة في اخر الجملة يعني عادي اخر المحادثاني عادي انا نفسي ما برازلش البحر بس بحب انزل بالليل في اسكندري good morning صباح الخير how are you كيف حالك طبعا الرد على good morning هي برضو good morning how are you كيف حالك i am fine or i am good or fine i am fine thank you or i am fine سألت لا yes i like my school نعم بحب مدرستي هل تحب مدرستك يبقى do you like your school how many subjects have you got everyday كم عدد المواد الليكي في اليوم اي حاجة تكتبني بس انا هكتب انا for subjects اي رقم يعجبني بس مش رقم طبعا جامل يعني subjects بوس كده ممكن ممكن اقول i have got for subjects everyday او على طول اجابة اللي هي بسيطة for subjects او اي رقم يعجبني طبعا بعد كده قال له my favorite subject قلت لها اقصدي my favorite subject is english مادت المفضلة هي الانجليزي بقى ما مادتك المفضلة what is your favorite subject ما هي مادتك المفضلة بعد كده how do you go to school كيف تذهبي الى المدرسة زي ما يعجبني برض ممكن اقول buy بوس اقول on food اثر موجود في المطعم hello what would you like to eat today عايز تاكلين النهارده hello بعد كده حاجة قال له small or large pizza صغيرة ولا كبيرة بيزة كبيرة يبقى pizza بس يبقى i want to eat pizza او i would like to eat pizza او pizza على طول small or large صغيرة ولا كبيرة قال له حاجة طالما قلت or ديت يبقى لازم يحط small يا اما large بس هعرف من الجملة اللي بعدية i am not very hungry انا مش جعان جدا يبقى كده عايز صغيرة يبقى small سأل و سؤال i'd like to drink water بليز انا اود ان انا اشرب مياه لو سمحت يبقى ماذا اتود انت اشرب يبقى what would you like to drink anything else حاجة تانية thank you او thanks شكرا بقى كده 16 how do you go to school كيف تزعب للمدرسة برضو براحتي لان هنا اقل له why do you walk to school لا مش براحتي ولا حاجة لازم اكتب ان انا بامشي للمدرسة بامشي للمدرسة بامشي للمدرسة بامشي للمدرسة بامشي للمدرسة يبقى because it is near what's your favorite subject ما المادة مفضلة لك؟ قال له حاجة I like maps بحب الخرايط يبقى كده بحب هي الجغرافية يبقى I like geography نحب الجغرافية نحب الجغرافية او social status على فكرة تنفع لانه social status برضو اللي هي الدراسة الاجتماعية وستقى geography جغرافية نفسها تمام؟ بعد كده قال له ايه؟ يبقى هنا I like geography او I like social status because I like maps لانه بحب الخرايط لانه بحب ليه الخرايط تمام؟ يبقى كده لماذا؟ تكفي why do you like geography why do you like social status او why بس تكفي يعني فالانه بحب الخرايط واغبر اللي بتخبرني عن about different countries يبقى تعلمني حاجات كتير عن الدول الاخرى بعد كده قال له I study geography يبقى لازم هنا اكتبه أولاد geography لانه في الاخر خالص قال لي geography يبقى I study geography three times a week انا بدرس الجغرافية ثلاث مرات في الاسبوع يبقى كمر كم مرة يعني how often خلاص social status مش هتنفع يبقى how often do you study السيدة لكتب طور راح يبقى احسن geography تعني السلامة فعلا geography تمام طبعا في المحادثات يفضل اقرى المحادثة كلها احسن مش زي ما انا عملت جدا بصراحة يبقى انت افضل تقرى المحادثة كلها حتى انا هنا id geography رحت خلاص لاغي social status خالص يبقى ارها الاول بعد كده هعرف ان شاء الله الافكار وهتبقى سهلة باذن الله شكرا لك طوفيك سلام عليك